نشرت صحيفة صندي تايمز تقريرا مثيرا تحت عنوان أفراد بالعائلة المالكة في السعودية في رعب من ولي العهد تناولت فيه نظرة أفراد بارزين من العائلة المالكة في السعودية لولي العهد محمد بن سلمان وأشرت تقرير الذي أعدته مراسلة الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط لويز كالهان إلى وجود انقسام داخل العائلة المالكة التي تعرض فيها الكثيرون للعقاب بسبب إغضابهم الأمير محمد بن سلمان وقال مقرب من العائلة المالكة للصحيفة الناس خائفون وأخبره أمير بارز الشهر الماضي بأن ابن سلمان هو الذي يجعل الناس لينمون في هذا البلد وأضافت الصحيفة منافس الأمير لم يعد لهم أنياب وإن ظلوا يهزؤون منه ومن حاشيته إذ قام منذ إطاحته العام الماضي بابن عمه الأمير محمد بن نايف بتمزيق الإجماع داخل العائلة وجمع كل السلطات بين يديه وينضم إلينا عبر سكايب من لندن المعارض السعودي الدكتور سعد الفقيه رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح أهلا بك دكتور سعد في رأيك ما مدى صحة ما ذهبت إليه صندي طايمز أن هناك وجود انقسام داخل العائلة في المملكة العربية السعودية الصحيفة أصابت في قولي أن هناك رعب نعم هناك رعب ليس لي أن محمد بن سلمان مرعب بل لأن العائلة تتشكل من مجموعة من الجبناء المترددين الذين تنقصهم العزيمة والشجاعة لمواجهته كلهم تربوا تربية ناعمة وأقرب إلى اللطف والنعومة من التربية الخشونة والشدة التي تربى عليها الجيل الأول الجيل الأول تمكن من إزاحة سعود بجدارة ملك سعود بجدارة مع أن سعود لم يقترف ولا واحد بالمئة مما اقترفه محمد بن سلمان بينما المجموعة الجديدة من الجيل الناعم الذين يتحدث عنهم أبن خلدون الجيل الثاني والثالث الجيل الثالث تقريبا الذي يظهر في جو الدعا ولم يشهد جو نشأة الدولة فسبب الرعب ليس بسبب قسوة محمد بن سلمان بل بسبب جبنهم وترددهم ونعومتهم طيب دكتور سعدي في ظل هذا الإطار ما مدى تحكم وسيطرة محمد بن سلمان على العائلة الصحيفة لم تصف في قولي أن هناك انقسام لا يوجد انقسام أبناء فيصل خالد والتركي هم الوحيدون الذين يؤيدون محمد بن سلمان لسبب لا نعلمه لأنه ليس هناك تمصلح من دعمه هم باعوا وجههم باعوا جههم باعوا شخصيتهم وباعوا كرمتهم من أجل خدمة هذا الصبي الذي يصورهم بأقل من ثلث أعمارهم خارد الفيصل وتركي الفيصل لكن بقية العائلة كلهم مجمعون على بوض والحقد والرقبة في الانتقام ولو يقع في يدهم محمد بن سلمان لقطعه أشد من تقطيعه لجمال خاشقتي الصحيفة لم تصف في قولها أن هناك انقسام لا وجد انقسام لكنها أصابت في قوله أن الرعب يخيم عليهم طيب هذا الشعور الذي قلت عنه الدكتور سعد أن معظم العائلة ضد محمد بن سلمان هل هذا الموقف نتيجة لتصرفات محمد بن سلمان أم أنهم يروا أن محمد بن سلمان غير لائق بهذا بأن يكون وليا للعهد لا يهمهم كون الإنسان لائق أو غير لائق أو مستقيم أو صالح ليفعل ما يشاء في الوطن ليفعل ما يشاء في الدين فاسق صالح سارق قمعي ظالم المهم أن يبقي للعائلة نصيبها من المال ونصيبها من النفوذ ويشركها في بعض القرارات الفيصل وفهد وخالد وعبد الله كلهم أبقوا للعائلة نصيبهم من المال ومن النفوذ صحيح أن الملك كان ملكا مطلقا ربما لا يستشير في القرارات الكبيرة في التعيينات في السياسة الخارجية في الصفقات الضخمة لكنه لا يمس حصة أبناء العائلة فهمهم ليس للوطن ولا همهم الدين ولا همهم الأمة همهم نصيبهم من المال الذي حرمهم منهم محمد بن سلمان كلهم مجمدة أموالهم أما سرقت أخذت منهم أموالهم بالقوة طبعا أخذت لم تأخذ للوطن أخذت لجيب محمد بن سلمان أو جمدت وأصبحوا لا يتصرفون إلا بمبلغ بسيط أو اعتقلوا وأهينوا وبوصق في وجوههم ونزع منهم النفوذ لم يبقى لهم ذلك النفوذ حتى الذين حكام المناطق الموجودين الآن ليسوا إلا موظفين صغار عند محمد بن سلمان فنعم هم متضايقون لكن ليسوا متضايقين من أجل الوطن والدين والأمة والشعب بل متضايقون من أجل مصالحهم الشخصية نعم دكتور سعد أيضا التقرير تحدث على أن منافسه محمد بن سلمان أصبحوا بلا أنياب يعني هناك في الإشارة إلى أحمد بن عبد العزيز هل ترى أن هذا الأمر حقيقي وبالفعل أصبحوا بلا أنياب وبلا فائدة في هذا الإطار وما هي أنياب محمد أحمد العزيز لم يكن له ناب في السابق حتى يكن له ناب الآن كان قد طريد مزارة الداخلية في أيام الملك عبد الله ولم يكن لديه لا جيش ولا حرس ولا حرس ملكي هو لديه احترام في العائلة نابه أو أنيابه القوية الحقيقية احترامه في العائلة الحاكمة احترامه من قبل القبال احترامه من قبل ضباط الجيش والحرس الوطني وحرس الملكي فهذا الاحترام هي النيابة الحقيقية التي يستطيع أن يدمر فيها محمد بن سلمان لكنه جبان جبان متردد وعاجز عن أن يتحرك لا يستطيع وكأنما قد وضع لا أقول نزعة نيابه لا قد وضع خيط أو خيطة أنيابه ولم يعود يستطيع أن يفتح فكه فهو لديه أنياب محمد أحمد بن عبد العزيز قلت هذا الكلام في عدة مرات في الفضائيات وفي غيرها قلت هذا الكلام وأكرر أحمد العزيز لو قرر هذه الليلة جمع معه خمسة أو عشرة من أعدام العائلة أن محمد بن سلمان ليس لائقا ويجب أن يطرد من وأنه قد نصب نفسه ملكا ليس لنصب نفسه ولي عهد لنصب نفسه ملكا لا اصطفت العائلة خلفه فورا ولا نقل الجيش والحرس والقوات الطوارع وغيرها الولاء له مباشرة لكن في ظل إطار أن ولي العهد في يديه كل السلطات ومتحكم في الجيش وغيره كيف يمكن أن يجرؤ أحد على هذه الخطوة ألا من الممكن أنه يخشى على نفسه من الاعتقال أو الترصد أو وضعه تحت الإقامة الجبرية الجواب قلته في السابق الولاء لا يستطيع أن يتحكم بالجيش إلا بولاء الجيش لا يستطيع أن يتحكم بالحرس إلا بولاء الحرس لا يستطيع أن يتحكم بولاء الحرس الملكي إلا بولاء الحرس الملكي ولا قوات الخاصة ولا قوات الطوارع كلها اللحظة التي تعلم فيها العائلة أنها وقفت خلف أحمد بن عبد العزيز ينتقل هؤلاء تلقائيا ولن يبقى مع محمد بن سلمان أحدا أبدا إلا البلاك ووترز المرتزقة الذين زودهم به محمد بن زايد وهؤلاء لا أعتقد أنهم سيجد أنفسهم في موقف القتال أن يقاتلوا الجيش والحرس والحرس الملكي فالقضية ليست قضية سيطرته هم الذين سمحوا له بالسيطرة العائلة هي بجبنهم وترددهم والذين سمحوا له بالسيطرة لو أن لهم قدرة على التحرك لما بقي أحد من القوات المسلحة مع محمد بن سلمان فراج الدكتور سعد العوامل التي يستند إليها محمد بن سلمان في مواجهة العائلة هل تقاربه مع كوشنر وترامب والدعاية التي صيغت له قبل مقتل خاشغج أنه جاء للإصلاح ربما هذا يجعله يرتكز إلى هذه الأمور مما أعطته قوة في التعامل والمواجهة مع العائلة وغيرهم لا هو يرتكز أنا أكرر هو يرتكز على جبنهم وترددهم صحيح أنه يعتمد على ترامب حاليا صحيح أنه لن تقف معه أوروبا ولن تقف معه دول أخرى في العالم وحتى في الداخل لا يحبه أحد ولكن يرتكز على عمرين يرتكز على جبن وتردد عائلة الحاكمة ووقوف ترامب معه ووقوف ترامب معه ليس بسبب أنه ترامب يرى أنه مفيد لأمريكا ترامب معه لأنه بينهما علاقة شخصية علاقة مادية شخصية علاقة وثيقة جدا بالمال شخصية هو وكوشنر نعم أشكرك شكرا جزيلا الدكتور سعد الفقيه رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح كنت معنا عبر سكايب من لندن شكرا جزيلا لك عقدت المعارضة السعودية في الخارج مؤتمرها الثاني في لندن تحت عنوان سعودي المهجر المؤرقات والأهداف ناقشوا خلاله كيفية التصدي لمحاولات النظام السعودي الحالي زرع الفرق المناطقية والطائفية والعنصرية والسعي لتفتيت النسيج الاجتماعي كما ناقش المؤتمر استخدام الدين والإعلام من جهة السلطة لترصيح حكمها وتبرير الانتهاكات التي تنال من حقوق المواطن السعودي يذكر أن أول مؤتمر المعارضة السعودية قد عقد في يناير من عام 2003 وينضم للحديث إلينا عبر الأقمار للصناعية مباشرة من لندن الدكتورة صحر الفيفي الباحثة والأكاديمية السعودية أهلا بك دكتورة صحر في البداية ما أهمية المؤتمر الثاني وأبرز ما تم الحديث عنه في هذا المؤتمر أولا شكرا جزيلا على استضافتي في البرنامج للتصحيح أنا سحر الفيفي ولست باحثة أو أكاديمية أنا ناشطة اجتماعية نعم الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر هو جمع أطياف المعارضة والنشطاء لمناقشة المؤرقات وتحديد الأهداف هذه السنة للمرة الثانية اجتمع فيها المعارضة واتفقوا جميعهم على أهمية الشراكة الشعبية على أهمية الرقابة والمحاسبة وحقيقة نحن الآن في البلاد لا يوجد لنا أي نوع من هذه الهياكل الشعبية فقط دولة هلامية مما يؤدي إلى دفع الوطن إلى ارتكاب أو دفع السلطة إلى ارتكاب جرائم بلا محاسبة كما رأينا في مقتل جمال خاشقجي رحمه الله ففي الحقيقة تذكرناه اليوم في المؤتمر أكدنا على مسلمات والمطالبة بالحريات والحقوق وأيضا اتفقنا على أن هذا المؤتمر لن تخرج عنه فقط وثيقة اتفاقية عن المؤتمر ولكن اتفاقية عمل مشترك بين جميع المعارضة والنشطاء إذن المؤتمر اليوم هو فعلا بداية لعمل أكبر في رأيك هل تم الاتفاق على الخطوط أو الأولويات في المرحلة المقبلة والتعامل معها من قبل المعارضين نعم اتفقوا على أهم أولوية وهي الشراكة الشعبية أن يكون فيه هناك أي نوع من البرلمان أو المجالس المنتخبة أن يكون هناك اتحادات مهنية أن يطالب بها أن يكون هناك مراكز أبحاث استراتيجية وأن يعطى أو أن للشعب حق القتال من أجل حقوقه الطبيعية في حرية الحركة وحرية التجمع وحرية التعبير اتفق الجميع يعني شيعة وسنة نشطاء وأكاديميين وإسلاميين وعلمانيين وليبراليين اتفقوا جميعهم على هذه المسلمات فهذا إنجاز كبير تحققه المؤتمر اليوم سيد صحر كيف تم التوافق مع هذه الاختلافات البينية بين المعارضين وبين أيضا أن هناك من يعارض النظام ككل وهناك من يرى أنه لا بد من خطوات إصلاحية داخل النظام كيف تم التوافق بين كل هؤلاء نحن لم ندخل في هذه التفاصيل بعد لكن ما أردنا أن نركز عليه هو الأولويات أنه لا بد على المعارضة والنشطاء أن يتحدوا باتجاه واحد لإزاحة صخرة السلطة الجاثمة عن صدر شعبنا المكلوم هذا هو هدفنا الرئيسي أن تزاح هذه السلطة الظالمة التي ظلمت البلاد والعباد وأن تشكل بعدها أي مراكز شعبية حينها في هذه المراكز أو هذه المجالس الشعبية يقرر ما يمكن أن يكون من إصلاحات لكن ما أثبتناه اليوم أنه الرواية التي دفعنا باتجاهها ومخالفة لرواية السلطة أنه لا يمكن أن نجتمع أو أننا لو لم يكن هناك سلطة أو لو لم يكن هناك عائلة حاكمة سنقاتل بعضنا بعض وستكون هناك حرب مدنية وأهلية فيما بيننا وأثبتنا اليوم أننا يمكننا أن نجتمع يمكننا أن نتناقش بأدب وعلى المعارضة الآن فقط أن تتجه بأن تكون موضوعية مهنية وأن تكون بدون أجندات فردية وهذا أيضا من الإنجازات التي تم تحقيقها اليوم نعم ابقي معي أستاذ صحر تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يبرز كيف يتم تعليم الطلبة في المدارس السعودية الإساءة لقطر وزرع الكراهية تجاهها نتابع نظام صفو الإيراني بإتحاق العبواطع في كتير في كتير العالم يقف فراء الحملات الإعلامية خندين الحمدين الخطري المرتبط بجماعة الإخوان الإرهابية تقف جماعة الإخوان الإرهابية خلف كثير العجبات الإعلامية سبيلتها ورد السعودية قالوا للعاقب جماعة الإخوان الإخوان المسلمين حقيرة ضد المصنف السعودية وماشر الإمارات وغيرا من دول من تغتش اللوسط لأنها الإرهابية شكتداء العلماء على سموه الإلعاد ووقوف الإرهاب في كتير الإعلامية الضالية قالوا مدين الشيخ العلام وطالق سعود الحمد المحمد بسلمان معروف وجد وشهاد 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 الحميدة تعبعوا جماعة الإخوان الإرهابية لنشر فوضى والمباهرات السعودية السلام عليكم سيد صحر في هذا الفيديو أطفال يتم استغلالهم في خلاف سياسي بين سعودية وبين قطر ويتم الزج بأقوال للعلماء واستخدام الدين والحديث حول الجزيرة وغيرها كيف تري فكرة غرس الكراهية في هؤلاء النش بهذه الطريقة في الحقيقة أمر مؤسف جدا أن يزجب الأطفال في أمور سياسية قد لا يعونها وهي ليست أيضا سياسية بحثة بل تجد فيها عنصرية صريحة ضد دول مجاورة وليس هذا فقط بل إدخال الإخوان المسلمين فيها ووصفهم بالإرهابيين نحن نعلم أن هذا من ديدا السلطة أن يوظف الدين ويوظف جماعات مختلفة على حسب مصالح السلطة نحن نعلم أن السلطة كانت تروع الشعب من الدواعش لكبت حقوقهم تحت مسمى الإرهاب أيضا توظف السلطة العلمانيين التحرريين ضد أو تحت مسمى المحافظة على الدين وهكذا ونرى الآن أن السلطة تستخدم فزاعة الإخوان المسلمين وتصفهم بالإرهابيين فقط لأجل كبت الحقوق ومنع التعبير حتى يخاف الجميع من أن يوصف بالإرهاب ونحن نعلم أن أدب الإخوان المسلمين وكتبهم وانشوراتهم كانت تدرس في جامعاتنا في السعودية ضلال القرآن لسيد قطب كانت في كل مكتبات الجامعات كان الجميع يقرأ هذه الكتب الأدبية للإخوان المسلمين والآن أصبحت ممنوعة في فترة الملك فيصل كان موالي للإخوان المسلمين حتى يواجه الناصرية العربية القومية أما الآن تحول الإخوان من موالين إلى معادين ثم نزج الأطفال الأبرياء في هذه النزاعات وحتى نمزق الشعب أكثر وأكثر وهذا حقيقة من طبائع الاستبداد أن يمزق الشعب وأن يقسم الشعب ويشتت ذهنه ويشتت أهدافه عن الهدف الرئيسي وهو العدو الأول السلطة المستبد والذي مما يجعل الشعب يتناسى المطالبة بحقوقه الطبيعية نعم شكرا جزيلا صحر الفيفي الناشطة الاجتماعية كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من لندن شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا زم shaped